انتلقت أعمال القافلة الطبية بوحدة المستعمرة الصحية التابعة للقصير الصحية جنوب البحر الأحمر وقال منسق القوافل الطبية بالبحر الأحمر أحمد الصاوي إن القافلة خلال يومها الأول وقعت الكشفة الطبية مع صرف العلاج لـ 193 حالة بمختلف التخصصات الطبية وتضم القافلة عيادات الجراحة والبطنة والأطفال والأسنان والنساء والتوليد ومعمل الدم والطفيليات وصيدلية تضم مئات الأصناف من الأدوية التي يتم صرفها بالمجان للمواطنين نحن هنا في قوافلة الطبية قسم المعمل بنقدم خدمات متنوع على المواطنين كلها بالمجان نحن بنقدم خدمات كشف المباكرة عن الأنيميا متابعة الأطفال والسكر أيضا هنجحنا فترة اللي فاتت توجدنا مستمر في الأمارات التي نحن موجودين فيها النهاردة أن نحن نحدم من مضاعفات مرض السكر وبكشف العلاج كله بالمجان نقدم المبادرة بتقديم خدمات مجانية لجموع الناس المنتظرة هنا في البلد وكذلك نقدم تقديم الأدوية والكشفات والفحصات وكل التحليل وكل الأدوية برغم من ارتفاع سعرها وتقدم مجانا